على وجه الفضل في فقرة على وجه الفضل حذامي محجوب تعنون الأحزاب المساندة لقيس سعيد اللي يحسب وحده يفضله الملك عريان أو الملك عارب بالعربية الفصحة عبارة من الدولة عند الصحفيين المختصين في الشأن السياسي يستعملوها باش يعبروا على حالة الرئيس اللي ما عنده حتى دعم ولي ما عنده حتى دعم طال الوقت والاقصر ما تقعد له حتى السلطة حتى كان عنده السلطات الكل العبارة هذه جاية من الرواية الحقيقة أنا قريتها ونا صغيرة ونا طفلة قصة متع الملك الثوب الجديد للملك ليزابينوف جغوة متع خيستيون ديخسون هو الكاتب الروائي الدانواء معروف تكتبت في القرن التاسع عشر شنية الرواية هذه قال لكين يا ما كين ملك مغروم باللبسة كل ساعة يلبس تبديلة أي نهار سمع به متحايل جاء للمدينة وقدم نفسه للملك على أنه خيات بادر باد بارع وقدر بش يصنع للملك ثوب نفيس ماينجموا يشوفوه كين الصادقين والوطنيين أما الخوانة والعملاء والمتآمرين عليه ماينجموش يشوفوه فرح الملك وتصور اللي بهلي بيس هيدا بش يعرف الصادقين والأنصار يعني بش يمكنوا من فرز الرعاية قال بش يقع الفرز قعد الخيات يتظاهر بالخياطة ودفع حب الاطلاع للملك بش يمشي يشوف الخيات وهو ينسش في هالثوب النفيس هذي الملك ما شاف حتى شي إلا الخيات يقوم بحركات متاع خياته دخل الملك بعضه وقرر بش يسكت ولا سيكون هو بيدوره من الخوان على خاطر كيما قلنا مايراش اللي بيس ومعادش يمشي يشوف الخيات وقعد يبعث له في الوزارة متاعه ويعاونه في عمل الخيات اللي هو ما زاده ما يشوفه في حتى شي لكن حتى واحد ما يتجرأ بش يقول الحقيقة الخاطر يخافوا لا يقع نعتهم بالخوانة والمتآمرين ويغضب عليهم سيدهم حسيلوا كل المملكة تحكي عن لباس جديد للملك اللي بش يصنع تاريخ جديد للمملكة وليتعذر على الخوانة والمحتلين بش يراوه قرر الملك بعد ما قالوا الخيات قالوا الخيات راهوا لباس اكمل بش يلبسوا ويخرج أمام وزارأه ويشهد شعبه عليه قال للشعب شوفوا ثوبي الجديد حاجة جيدة ما صارتش في التاريخ حتى واحد من الوزارة ما تكلم خطر كل واحد كان بعملتو وخايف من الثوب اللي مايتراش كلهم مبهورين عبارات المديح والثاني والشعب يهلل للملك رفع الملك يدو بش يلقي على الشعب خطاب تجديد مشروعه لكلهم سكتوا إلا طفل صغير صاح عاليا الملك عريين الملك عريين الرواية هذي تنطبق على الحالة السياسية اللي نعيشوا فيها اليوم منذ 25 جوليا من وقت اللي بدير رئيس قيسس عيد لإجراءات الاستثنائية بحل الحكومة عين هو رئيسها جمد البرلمان وبعد أشهر حلو وقبل بيوم من حلو وقال ما عنديش الحق بش نحلو حل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين اللي كانت نوعا ما بمثابة تعويض للمجلس الدستوري علق أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي هيئة معنية بملاحقة الفساد على خاطر يعتبر نفسه هو نظيف العفيف اللي يلزم يحارب الفساد حل المجلس الأعلى للقضاء وعين مجلس مؤقت رغم أن المجلس تنتهي عهده في سبتمبر على خاطر يحب يتحكم في المسار المهني للقضاء وفي 22 أفريل أصدر قيسس عيد مرسوم يمنح فيه لنفسه الحق بتشكيل مجلس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين عضاءها هيئة انتخابات تعمل الكيف باش تشرف على سيرة انتخابات قرر تاريخها الرئيس وإلياتها الرئيس يعني رئيس قيسس عيد أصبح يتفنن في إصدار المراسيم على بعضه اللي في بعض الأحيان اتخالف حتى القواعد اللي يسنها هو بنفسه فسل 22 من الأمر 117 يقول فيه تولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي إلا أنه أحدثها بمرسوم المرسوم عدد 30 لسنة 2022 يجي باش يقصي كل الأحزاب حتى الأحزاب الموالية لسيادتو يعني أحنا عنا رئيس يعمل اللي يحب يفصل كما يحب مبدأ جديد يلزم يتدرس في كليات الحقوق من هنا فصاعدا ليه قاعدة تهلو فوق كلمة الرئيس يعني بالنسبة للرئيس كل الأحزاب فاسدة وخاينة وعميلة بقيادتها وقواعدها إن الحقيقة هذا الكل ما فاجأنيش على خاطر منذو ستين وعشرين سبتمبر والمرسوم من 117 ظهر الرئيس باش يوزع سكوكه التهورية والوطنية حسب تزوجه وحسب ميزاجه أما الحقيقة أشفقت على الأحزاب أحزاب الموسين دالي سيادتو واللي عملت النصردية كاملة المصار خمسة وعشرين جويلية هالأحزاب الداعمة لما أعتقدت أنه مسار سياسي عقلاني فكرتني في ورواية الملك العريان يسمع في الرئيس قيسة سعيد يعمل في استشارة ويتجندلها كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وكل أعضاء الحكومة ويقاطحها الشعب بنسبة 90% ومع ذلك يصرح الرئيس اللي هي ناجحة معيزه لو طاره الرئيس عريان وهما يقولوله ما شاء الله ويزيد يحب يفرض بأمر الواقع خياراتها ومخرجيتها اللي هي مشروعه البعيد عن تطلعات التوينسة وهمومهم الاقتصادية واليومية اللي غريب وعجيب أنه هالحزاب هذي عندها قيادات تاريخية مشهود لها بالنظال والكفاءة لكلهم تقطوا رؤوسهم وباركوا مشروع فردي طمعا في تشريكهم في حوار قال شنوه السياسي وتصوروا أنفسهم بمنأة عن الاقصاء يا سيدي هاو أقصاكم إيش باش تقولوا اليوم لقواعدكم تسعى أشهر وأنتم تتهلوا لمصار 25 جوليا هاكم اليوم أغجق زع ما فهمتوا اليوم اللي لا ثم لمصار لهم يحزنون ما يحبكم مش ما يحترمكم مش على خاطر أنتم كيما شعب الملك العريان رئيس قام بعملية سطو على الإرادة الشعبية وانتم ما تصفقوا له أيهاو تمد على طوله يحب يذوبكم ويذوب الأحزاب الكل ويضعف المنظمات وكان ليدو يحلها واللي ما يبيعوش خائن وعميل ويتخابر مع قواء أجنبية وكيما يقول منتسكيو أقوى استبداد هو يلي تم باسم القوانين وبيتعل التطبيق العدالة محليه صدق الأطفال الرئيس عريين عريين فكونوا في براءة الأطفال من أجل هذا الوطن شكرا لك حزامي محجوبة نرجع بأكثر تفاصيل على البوليميك اللي صارت نهاية الأسبوع في علاقة بمسألة الحوار الوطني بعد قليل مع زميل ابتسام شويخة